مساء الخير كيفية الأخبار? مساء الخير كيفية الأخبار? كيفية أخباركم إن شاء الله طيبين كويس نبدأ. آآ السلام عليكم. صلى الله الرحمة والقبول لشهداء الشعب السوداني في كل الحقاب والأزمان. الناس المات الدفاع عن عن حقها والناس الماتت مظلومة. سأل الله يحقق لهم العدالة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سأل الله إنه يحفظكم اجمعين إن شاء الله. واضح الصوت. آآ نزلنا فيديوهين قبل شوية. واحد الاستخبارات العسكرية حصلت على أجهزة بتاعت اتصالات. محطة بتاعت اتصالات بتاعت الدعم السريع. ودي لازم يصهر أثار حسي في الأيام الجاية إن شاء الله. والطريقة حق التواصل حقهم الفيديو. آآ بتلقوه تحت اللايف. بعدين نزلنا فيديو لقوات الحاولة تختحم الأبيض. وتكبدت خسائر. يعني ربا نحفظ الهجان أبو ريش. وربا نحفظ الأبيض عروس الرمال. وأهلها الصابرين الصامدين. المناوشات دي يعني برضو الزول اللي يتعمل معاها بيعني بحزر يعني. آآ فدي إنجازات الليلة. في معارك مدورة في الكدرو. وآآ مدورة من بدري يعني. ساعات طويلة. آآ القوات بتاعت الدعم السريع حاشدة في الكدرو يعني في بحري. تغريبا قول القوة في بحري محتشدة الليلة في الكدرو يعني. وحاول يخش في المعسكر خمسة مرات. وما زالت المعارك شغالة يعني. فالناس بيسمعوها في مدرمان بيسمعوها في الخرطوم بيسمعوها في بري. في أنحاء العاصمة بيسمعوها بر بحري. فإن شاء الله الليلة الجيش يقدر يحقق انتصار. وآآ الليلة الجيش يقدر إحسم القوة دي في بحري. وبرضو أسرح يظهر يعني. القوة كبيرة جدا. آآ يعني ذا الانسحاب اللي انتو بتلاحظوا فيه يومين. الفاتو ذا القوات بتاعت الدعم السريع. خمسة تشارات ارتكاز هنا. عشرة هنا. خمستاشر هنا. عشرين هنا. كانوا بيتجمعوا. ما في مداد جاي من بره. وآآ دخل عندهم مداد دخل قبل يوم تغريبا. كموا عشرين تات شربية جهة دمدرمان. وآآ بكونوا شفتوا الفيديو يعني. فحقت الكدر الليلة ان شاء الله يعني. ربنا يحقق النصر للقوات المسلحة. وربنا يثبتهم. وربنا يعينهم. وربنا يسدد رميهم. والناس معاكم. والناس صابرة وصامدة وواقفة معاكم. وقالوا لكم انتصروا بس. ما عندكم حاجة. وبيعانوا طبعا يا جيش. يعني انتو في المعركة ممكن ما تكونوا عارفين انو. الدعم السريع بي. بخلي الرجال في المعركة. وبيدخل البيوت الفاضي على النسوان. ودي مثبتة. والنداءات والمناشدات. لكن. عم الله يعني الخوانة ما بشوفوها. ما بيكتبوا عنها ويتكلموا. يعني كلها نداءات ومناشدات. انو نيجرس دخلوا بيوت. الدعم السريع طلع الناس من البيت. الدعم السريع اقتحم منطقة. الدعم السريع طلع الناس من المستشفى. بيخلوكم. مشيتوا المعركة والظهر كاشف. فاحنا والله يا اخي في معركة كبيرة جدا. صمت العالم وخيانة الداخل. الحاجة الدار اتكلم فيها الان. العربي واضح وبسيط ومختصر يعني. اتمنى يصلك. ويتعداك. عزيزي. الجيش الليلة العقيدة الحوري في صفحة كتب. يعني. في مقارنة اخلاقية بين قوات المسلحة والدعم السريع. في معسكر الكدر. كان في مجندين. مجندين الحصة التدريبية بتاعتهم والمعسكر حقهم. بتاعين سواقة. بسوق تاتشر. بسوق دبابة. بسوق بص. فده المعسكر حقهم بياخدوا تدريب عسكري. بياخدوا تدريب بتاع سواقة احترافية يعني. فدل هما ما مقاتلين في الدرجة الاولى. أسروهم الدعم السريع. فالحوري كتب انه مع بداية المعارك دي. الجيش أسر ما يفوق من ستة وعشرين الف مجند في معسكرات الدعم السريع. طبعا ده رغم خرافي. وده بوريك انه في خلل كان حاصل يعني. الخلل انتو شفتوه الآن. انه وين المشوينة الجيش. اذا كان واقف تجنيد القوات المسلحة. ومفتوح للدعم السريع ستة وعشرين الف. ده بس حسي في الفترة دي ده لسه في معسكرات التفريخ. بفرخوا فيهم ده لسه ما بيقوا الجنود أصلا. فما بالك بل آلاف اللي اتجندوا. وده احتراف خطير طبعا. واحد اتنين الأخطر منه. انه الجيش بتكلم عن الأخلاق الإنسانية في التعامل مع الأسرة. وده حاجة كويسة طبعا. علمنا لها الدين وعلمنا لها التقاليد حقتنا. لكن انه في النهاية الحوري تفك لك ستة وعشرين الف عسكري. ستة وعشرين الف عسكري. تفكهن تقول لي يا أخا والله فكيتن عشان أثبت حسن النواية بتاعتي والأخلاق بتاعتي. كلام ده الحوري ما بيجي طبعا. الكلام ده خطير جدا بالمناسبة. الكلام ده خطير جدا فكيتون كيف وماشوا وين. لما تجيبوا ليه الشاحنات الليلة شوف فيديو. انه في غرب مدرمان طالع البطاحات والزيتوايات الكبيرة. كله عربية فيها ما لا يقيل عن تلتمية مجند دعم سريحة. تلقين شعارهم كده وبتاع وماشيين قال ليك يا أخي ده الكل هاربين. ما هاربين ديل. ديل ما هاربين. ده اسمه الالتفاف. انتو كيف تخلوهن يمشوا. ما هو حسيت البرهان قال كلام. الرسالة. أنا والله يا أخواننا العربي وقضي. أنا لا يسق في حي اسمها برهان. زل ده أنا ما شايلو معي. لكن هو استخدم رسالة بتاعة شفرة. في الإعلام يقول أنا خايف المعارك تنتغل للولايات. دي ما اسمها يا خمش الولايات. عديل. أقول لك عديل أنا. لأنه حسي لما نطلع المبعوثة الأمم في ليبيا. يقول يا أخي أنا تواصلت مع قادة الحركات والمرتزغة يسوقوا عساكرهم من ليبيا. يسوقون ودون وين يعني. يودون السودان. ليه يودون السودان في التوقيت ده. معنا في حرب جاية. يعني منا ويحس يمشي يسوقوا القوات والقاعدة في ليبيا. دي ما أقل له من خمسة ستة ألف عربية مصفحة ودبابات ومدرعات. جبريل يسوق قواته. عبدالواحد يسوق قواته. حيجوا داخلين السودان ديال حيتلاقوا يعني حيعيشوا في سالمها. صحصوا عندي كارثة جاية. حميتي طلعوا له ستة وعشرين ألف مجند من الخرطوم. يوصلون دارفور في أمان الله. إنتوا أخواننا بتلعبوا علينا ولا شنو؟ ما أنت قلت لو نمرقوا من المعركة بس قلع الكاكي وكبر بالمدني. كبر بالمدني ما حمشل بس كاكي تاني يجيني تقالوا شنوه؟ هما مقاتل. ودي واحدة من وسائل المخططات في المعركة. والقرآن ورانا لها أن الطبيعة بتحت المعارك كيف إلا متحيز إلى فئة. أن الفرار من المعركة ده زيه زي القفر واحد. التولي يوم الزحف ربنا ما بيغفر لك في وزنبك. حتى في أحاديث يقول لك لو عملت الحاجة الفلانية ربنا بيغفر لك حتى إنك توليت يوم الزحف. فما بالك إنه الزول ده أدوك استثناء واحد قالوا لك يا أخي تولي يوم الزحف أو المعركة. إنك متحيز إلى فئة ده ما عملوها يحسي. لأنه إحنا بينفكوا من 26 ألف بعد شوية نشوف قوات جاية يمداد. جوا من وين دل؟ دلما الفكيناه وإحنا بحسن الخلغ والسير بتعجيش. لا لا ما في كلام زيه ده. ما في كلام زيه ده. يتخطوا في معسكر. يتخطوا في معسكر إذا ضربونا الدعم السريع يكون ضرب الأسرح حق النوية. يكون فاهمة الحاجة دي. زي ما يحسي إحنا ما بنقدر نضرب الجوية. ما بنقدر نضرب حي المطار. ما بنقدر نضرب جياد. الحاجة ده أنا شايف فيها خلل. الزول البد المقترح ده فيه خلل. واحد. الخلل الأكبر يا الحوري. في خلل كبير تاني. إنه انتو بتقبضوا أسرع من المعركة نفسهم. واحيانا بتصوروهم واحيانا بتجيبوا لينا كده في لقطة جميلة. أنا دارك تسألهم. هم الطابورة الخامسة في الجيش. الطابورة الخامسة في المدنيين. معركتنا الآن هي الحورية قوات مسلحة. ما مع الدعم السريع. نستفهم إحنا ما بنعارك في الدعم السريع. إحنا بنعارك في الطابورة الخامس. يعني كيف يطلعوا الحمدتي قبل ثلاثة أسابع أو أسبوعين يقول حصلت لي خيانة. خانك من يا حمدتي. خانوني أربعمية وتمانين من ضباط القوات المسلحة رجعوا الجيش. حلو. فضلوا لي ثلاثة. طيب ثلاثة كيف بقدروا يديروا المعارك دي. بقدروا يعملوا اتصال مع الجنود مع بعض. بقدروا يعملوا انسحاب تكتيكي. بقدروا يجمعوا القوة في توقيت واحد. يعني البحثة الحسن الانسحاب ده منول في السودان ما عارفوا. انه في انسحاب الناس كلها متوجسة. يرسلوا ليك وقول لك شوفنا التعتشارات بتاعت الدعم السريع من الارتكازات اختفت. منول قللين اختفوا. منولنا اداهم في الحتة دي. عندهم وسيلة بتاعة التواصل. الفكرة بتاعتين انهم حمدتي انقصع التواصل وده ما تقولوها. ما انقصع تواصله. في تواصل حاصل. في زول بيدير المعارك دي. ما حمدتي. انت ما تركز نظرك على حمدتي. ما حمدتي. الزول ده حمار. حمدتي ده حمار. حمار. ما قرأ كلية عسكرية ما قرأ. كلكم عارفين. لا يستطيع ان يدير معركة زي دي. لا يستطيع. موضوع ده منتهي. فانه توجه ليه في الاعلامة سلط نظري على حمدتي. حمدتي قال ليه. طيب اخي هو قال عنده 480 ضابط ماف. جميل فضلوا ليه وثلاتة. جميل. الثلاثة ديل ذاتهم حرب المودة. ما بكونوا خاضوها بالطريقة دي. بالاحترافية دي. والثلاثة ديل في الأسبوعين ديل. اتوقع انه يكونوا ماتوا. يعني انت الليلة جايب واحد عميد. اسمه منه كده حمدان. قلت يا اخي والله كتناو. بيحتبره من واحد من الثلاثة. طيب مينو بيدير الموضوع ده؟ مينو بيدير التواصل؟ الحاجة دي ممكن الجيشك تشفي في خمسة دقايق. يعني الان ما ممكن اقسر لي ملازم بتاع دعمي سريع. ونقيب واجيبوا نصورهم زي الفيديو بتاع الأسبوع الفات. ما اعرف انهم بتواصلوا كيف؟ الليلة انتوا قبطوا الجهاز بتاع التواصل. الاتصال بتاع الدعم السريع. يبقى بكرا ما في دعم سريع مشي في الشارع. يكونوا ماشين كده. فيمت ما عندهم اي حاجة. ما عارفين يمشوا على وين. الكلام ده انا بكرا لازم يظهر لي. ويبقى فيه. مش انا بنعمل فيه. احنا قاعدين نحرك في روحنا زي. الكلام ده انا 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 اللغتاتي تغير تماما. في خلل حاصل يا الحوري. لما انتكتب ستة وعشرين الف. اتوقع ستة وعشرين الف يجوك راجعين فيه تاتشر. كل تاتشر اديوه عشرة انفار. اقسم ستة وعشرين الف على عشرة. دي كم تاتشر؟ دي البران حيحتلو الأبيض. وما ضامن انت في نص الناس اللي بتفكوهم هن ديل ما كلهم مجندين. وما هالفكرة بتاعتين انه ملص الهدوم بتاعت الدعم السريع. ولبس هدوم عادية صاح؟ بعدين قاعدين يمشوا وين النازل. فيه حاجات كثيرة بتخطر جواك. يعني انا ستة لو كنت محل الدعم السريع ده. اقلع الهدوم بتاعت دي في المعمورة. والبس جلابية شكلها ما مقاسي. وظاهر عليه الإرها والإعياء. همشي وين يا ربي؟ يعني قالوا لي تجي وين؟ عشان امشي ام الروحي. واعدين ما قاعدين للقام ميتين في الشارع اللافسين جلاليب. وهو زول واضح انه مستواه التعليمي. مستواه الإدراكي. مستواه الاستيعابي. زيرو. جابوه من حض ممه ربوه في معسكر. علموه الكتل وشحنوه بكلام. فده ذاته يعني انا لو ادعى صرته في مدرمان حعرف الصرف. ولو ادعى صرته في جبلولي حعرف هو عرف كيف. نقطة التلاقي الدربو على شنهم. في حاجة كده ما يا هيا الحبيب. والله انا كده الكلام ده ما بقسم معي. حاضر الكلام ده انا ما مقسم معي عربي واضح. والحاجة ده انا ما حدوا عدم شفاء كتير. حاضر. وانا ما دار دهر القوات المسلحة دين تكسر وتكشف. جهاز الاتصال ده الليلة تكشف. الاسرة تحقيقهم ده لازم يظهر. منه اللي بحقق معهم. بحققوا معنا الاستخبارات العسكرية. انا ما دار الاسرة. ما دعم سريع الكتب قبل شيء بتقول دايرهم. لا لا ما دارهم. ما دار اسرة. انا دار عارف منه اللي بحقق معه هون ذاته. الطابور ما الدعم السريع ما دعم سريع انا ما قابضه. انا الطابور اللي بحقق معه. الطابور اللي بحقق مع الدعم السريع المعلومة ما تصل. يعني انت ثلاثة السابع بقبض فيهم. ما دارت عارفت انه هو. بتواصل مع منه مع القوات المسلحة. بكشفوا. بكشفوا المتحرك بتاع القوات المسلحة كيف. من الف الاحياء اللي بديهن المعلومات بتاعت الضباط. المعايشين. غالباكن دي. من الف الاحزاب المدنية اللي بتواصل معهم. لا لا الكلام ده ما بقسم يا صاحبي. لا لا لا. لا 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 ممكن اضحب السودان والشعب السوداني. وانا مخترق بالطريقة دي. لازم يكون في حاجات فورية الان. ازاي احنا اكتشفنا حاجة شكينا في زولة خطة في الميدان ترصص. الغيره يطيز. عربية تجيف قدامك قدام بيتك ملكية عربية. وزول قدامك عديل يوصف في ابوك وامك. يقول له ده كوز وده ضابط. واختفون قدامك. لا 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 ما في كلام زي ده هذا. لا 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 لا. لا لا الشغل ده كده ما ابتم يا حرق. ما ابتم معي. والله. احنا الرتب اوراقنا من الاول. من البديرة المعركة دي. الرسائل المشفرة بتطلع في الاعلام. اي خطاب بيقول البرهان ده ما هيتفلتر ما. رسوله لي اول. عديل. ما يطلع يتقوله. يعني كيف يقول لي انه تمشي الولايات. اخاف انها تنتغل للولايات. تخاف تنتغل للولايات. انت محاصرهم في جبرة ومحاصرهم في معسكر الكدرة ومحاصرهم في معسكر الباقر. وتجي تفكه ولايه اسرة تقول ليه يا اخي عشان الاخلاق. انت اللي بتقول ليه نمشي الولايات. انت اللي قاعد تقولي الكلام ده يا البرهان. انت اللي قاعد تحرك في المعركة دي. حسي الناس قاعديني في كون. يخي بيخطفوا من الشارع من شدة ما عندهم مناطق بيأسروا فيها. بيودون الاسرة بتاعنا دي الوين. بيحتفظوا بين وين امينين. لا معركة جاتوا. بيودون وين ده شنو ده هون عارفين البلد الحقاتنا اكتر مننا. منه البوريون. حس انت غالبك تدستلك 26000 في 45 جملونات. انا الكلام ده ما قاعد يقسم معي العربي ده. واحد. الكلام اللي قالوا المبعوثة الاممية بتاع ليبيا ده. لازم احنا نعرفه. هنا دارين موقف واضح من الحركات المسلحة. لان الناس يقالوا انشيروا قوات كون ده يطلعوا من ليبيا. ده المخطط طبعا. انا قلت الكلام ده. في مرحلة المعركة الاولى الحركات المسلحة هتكون محيدة. قواتها ما تربسة في ليبيا. لما الناس زول اللي بتديه هنا الرصاص ودينا القروش. بيقول لين يتحركوا بيتحركوا. هو جايب ليبي طريقة ظريفة انه المبعوثة الاممي قال ليشيلوا قواتكم. وهس حيشيلوا قواتهم حيودوها وين. يعني من ناوي ده قواته تلاتين الف. تلاتين الف عدد ما هي. اذا ما حمد دارفور ممكن تقتحم حتى يعني. من ناوي موقفك واضح لأسي من المعركة مع الشعب السوداني ولا مع الدعم السريع. ما في عيس مع الجيش. ما في زول يسألك تاني يقول ليك انت مع الجيش ولا الدعم السريع. لا لا. احنا الشعب السوداني. من 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 رحم أمهات الشعب السوداني. طلع الطبيب وطلع المقاتل وطلع الجياشي وطلع الضابط بتاع جهاز الامن. وطلع. بما نتكلم عن جهاز الامن سريع. انا كنت بقر في السيرة الذاتية بتاعت مفضل. ما بعرفه صراحة. يعني هو طبعا جهاز الامن قياداته اللي بتكون في الصفة اللي هو الثاني الثالث دي بتكون ما تسوسي. هم من ديال بحركوا اللعب. اه صلاح قوي ده شخصية شو ساي يعني. كيسه فاضي. ما عنده اي حاجة. شو. بيته ظاهر. لكن اللي بتتم الشغل ده بتكون ما بيتعرف. ولا بالشياء فاصلهم ولا بيتعرف. مفضل ده. هو الحال كان رئيس المؤتمر الوطني 2018. في كردوفان. شمال كردوفان. تقريبا. غرب كردوفان. وبعدين كان رئيس قطاعات في الحركة الإسلامية وفي تاريخه بتاع الجامعة. كوز استراتيجي. يعني ما كوز بيظهر وبتاعه. لا 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 كوز بيسمع. فهمتها. ده ظول خطير جدا. ده كوز عديل. مفضل كوز راسه عديل. مفضل جابه منور الشحولي جهاز الامن والمخابرات. الزول القال عامل الحرب ده كله عشان يعتغل الكيزان. والزول القال انه عامل الحرب ده كله عشان يصف الجيش من الحركة الإسلامية. اسمه حميدتي الزول ده. فريق اول حميدتي تخيل. تخيل انه حميدتي جايبه. لو جريت السيرة الزاتية بتاعت مفضل. غريبة مريبة مخيفة. ده ولا فاضل الترابي ذاته. الترابي شخصية بتاع التنظير. تخط في كرسي قعد يقول لك انت الصلي. انت ما الصلي. تأمي الصلاة بتاعه خرابط. لكن ده الشغالين شغل تنظيمي. مفضل لزول خطير. وصل هنا كيف. واحد. م aguطل follow time. الحاجة التانية كل الناس عارفة. وين جهاز الامن والمخابرات؟ جهاز الامن والمخابرات اخذ اجازة. قال لده اجازة من لماذا زول. نعم. قال لده اجازة منه. مدير عام جهاز الامن والمخابرات كيفي ادوي اجازة؟ الناس بقولك يا Workman مفضل ما ظهر مع البرهان في لقاء. وانت قال للبرهان دو كويس يعني؟ يعني انت اسجا ان انا حقوله عشان ظهر مع البرهان معناها وزول ده كويس ظهر معاو في لقاء او ظهر معاو في حتة انت ظول ما قاري صرفه ولا شنو انا عادي كبير في الكوكب دي يا بابي ماشوف انا قلت لك الجيش معاو معناها هنا معاو معاو الغلط يعني لا 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 مافي كلام زي ده ظهوره مع البرهان ده ذات بدي ستة وعشرين الف كروس ظهر مع البرهان ليه اذا كان انت ميؤجز لي قواتك ولنفترض البرهان كلفك انت كجهاز امني بعمل تحت جنبيه وكيف ويتمدي اذن للقوة بتاع الجهاز الامن ودورة شنو حسي قوة جهاز الامن دورة انه الدعامة ده اللي قاعدين يحتموا في البيوت البيوت الامنة بيقلعوا الكاكب يخشوا جو الحلة في امان الله ومشوا حل الفتح ده شغل جهاز الامن على الراس ده البيوت دي كلها والعارف البيوت والعارف منه البيئوي والعارف وانه جهاز الامن عشان نجي بعدين نسأل من موضوع الشرطة مفضل اللي قاعد هنا يسوي في شنو هو الشال الشال دي ما في اثنين ثلاثة جابوا حميتي الشال ورغم عشرين رغم تزعتاشر يا برهان انت كنت في جوبة نزل هنا اخطر واحد من اربعة كهنة بيدوروا في الكوكب حسي كالهام مدير المخابرات التركي انتظرك انت مشايج جوبة عملت لك زيارة يوم واحد جاعد مع حميتي قام بيحضر مفضل مفضل بعدها طار امريكا يومين حتى بعدين دورت الحرب انا طلحت للموضوع ده شخصيا انا تتكلمت فيه انا جيت قلت مدير المخابرات نزل السودان مدير السي اي اي نزل ليبيا ولما الطرفين المتصارعين في ليبيا حفتر ولما معاه الدومة التاني ده الانتقالي قلت الموضوع ده واضح لانه تركيا ما بتتلمع مع حميتي حميتي مع حفتر وتركيا ضد حفتر مدير المخابرات نزل ابقى انه حميتي عنده شغل جديد جاي قلت الكلام ده بغض النظر مفضل انت حضرت التركي كان قاعد مع حميتي ولا ما كنت زياء اللقاء الخاص والمدير بتاع المخابرات التركي ما لقى رئيس المجلس بتاع السيادة ولا اطلعوا على الحاجات دي فانا والله مفضل بالعربي الواضح اذا انت كويس كعب شايفين انا ما شايلك معاي هازو عديل ما شايلك معاي وانا عندي فيه كروس وانا ما دارك تبيت معانا الليلة في الكوكب ده بس يعني ما تبيت معانا في الغرفة بتاعت الكبينة بتاعت غيابة القوات المسلحة انا ما دارك تبيت فيه بقى الليل ده الجيش اشتغل مرحب ما اشتغل والله هو ده عديل انا وريكم جيش بتاع مكتب ده انا ما شاهله معاي والكلام اللي بيحصل ده انا ما مختنع بيه والحاجات اللي بتحصل ده محتاجة اجابة ولازم تتجاوب وانا عارف فيه خلل وعارف فيه الجيش فيه طابور طابور على مستوى العسكري لحد الضابط انا فاهم الكلام ده وواقع لي وما بتشرح لي لكن الفيه حاجات بتحصل فيها خلل الخلل حيضيع كون انتو وحيضيع البلد ده الاسر اللي بتقبضوهن ديل احنا ما عندنا شكل نوان دعم سريع لكن انا بشك في البحقيق معاهم النتيجة بتاعت التحقيق ما ممكن انت في النهاية ما تكون عرفت منه الطابور وانت ماسكو ليه طيب اسروا ليه وقت في النهاية حتقول ليه يا اخي بحسن الاخلاق وحسن الجيش ماسكو ليه محاصروا ما لك اصلا ما تخليه ركبك طيب ماسكو ما لك انت تجي تكون في النهاية ساي تجي تقول ليه يا اخي وخايفة تنتغي للولايات ما هي انت بتركبوا بتركبوا الزيتوى يتوصل لحد بيته وامن وعشان بكرا للبس الكاكل قاعد في بيته هناك وركبلتها تشارتاني جديد ويجي معقولة لكن في مقابل الخلل اللي بيحصل ده والنقصة الحاصلة لازم يتفتح الباب بتاع التجنيد بتاع الاحتياطي بتاع القوات المسلحة ولازم يحصل اعلان مواضح واستنفار للمعايشين بتاع القوات المسلحة ولازم يحصل استيعاب للناس اللي تفصلوا بكشوفات باعاز من الدعم السريع والحرية والتغيير اي ضابط تتفصل باعاز من حميدتي واعاز من الحرية والتغيير ورجع الخدمة حقته ولازم يتفتح الباب بتاع الخدمة الالزامية الخدمة الوطنية يزول مجند في الخمسة سنين بتاع الخدمة الوطنية يتم استدعاؤه وده الطريقة الوحيدة اللي حتكفلوا باع الباب بتاع حميدتي كله ما يطلق عساكر يجيبوا صورهم وقولك ده الكيزان واسلامي املالة جيش ده كله السودان ده كلها يخش الجيش يزول الخلل ده ما بينفع يزول الفرقة ده ما بينفع ما بينفع الكلام ده احنا قاعدين ندفع ارواح احنا ارواح دي ما بنتفاهم فيها اعراض ما بنتفاهم فيها انا لا يمكن عشان مخطط سياسي او مخطط الحاجة المهمة التانية حميدتي اخوان اترفع عنه غطاء السياسي حس الأحزاب السان ده انا الليلة جاي تكلم عن خطاب رباح الاخير اللي كتبته الليلة اتمنى انه تاني لو زول قاعد في حزب الامة تاني انا واحد اجاسب بلو بس يعني ما حتكون عاقل ده واحدة الحاجة التانية يا رباح الاخ ممكن تديني لين العملية اللي بيعمل فاهم يتدي اقتحاموا للكنايس اللي اللي قاعد في العمارات مبارح بتاعت الخرطوم اول مبارح بتاعت مدرمان يوم الاحد في الصلاة ثلاثة كنايس وين البابا ليه البابا ما بيتكلم اخواننا اللغباط لما كنت بقول ليكوا نجيفوا معانا تجنيس المقدسات بتاعت المسلمين لما الحرية والتغيير جابت مي مودتها جمعية القرآن الكريم قلت ليكوا الموضوع ده حيلف لينو كلنا موضوع ده قاصدين الاديان كلها ده ده الشيطان ذاتي يا ليه البابا ما يطلع فيها ايدانة طلعوا الناس من العمارات ده واضحة يا رباح الصادق قالت يا اخي مستشفى الشرق النيل كانت شغالة ودعاة الحرب بضل له انا الليلة حطبك فيك نظرية حسي بكشيفة ليك انت وحزب الامة وكل خبر الاعلاميين ارجوني بعدين اذا ملكتوا منها انا ما بطلع لايف تاني واحد الحاجة التانية حقول اليك احنا كذبنا في موضوع شرق النيل قلنا هي سكنة عسكرية وطلعت مستشفى شغالة حسب كلامك حلو رأيك شنو في الدايات الدايات قاعدين فادعمة سريع مصورين جواه فيديو ما تكلمت فعله للكنيسة تكلمت للدايات تكلمت خير عديلة وزين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة